السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تطورات ومستجدات مهمة جدا داخل حركة النهضة على خلفية الأحداث الأخيرة شفنا انقسامات واستقالات وتهديد بالاستقالات أيضا من عدة وجوه بارزة وقيادات بارزة في حركة النهضة على خلفية المكتب التنفيذي اللي من المفترض أنه رئيس الحركة رجل الغنوشي يعلن عليه وللاتهامات اليوم جيت على أنه الغنوشي أحاط به ناس موالين لي وعقد بهم اجتماع من بينهم علي العريض وعديد القيادات الأخرى البارزة الشي اللي أغضب بقية قيادات حركة النهضة باش نتعرفوا بأكثر تفاصيل على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد واشنو اللي صار فيه واشنو التغييرات المهمة اللي أقرهم رجل الغنوشي في هذا المكتب ولكن فضلا وليس أمرا كان انتي أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس باش تصلكم الفيديوهات القادمة حركة النهضة في الساعات القليلة الماضية أصدرت بيين وأكدت أن رئيس حركة النهضة رجل الغنوشي أجرى تعديل على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات على بعض المهام باش نحكيه بالأسمة شكون هم أعضاء المكتب التنفيذي واشنو المهام يمتاحهم بالضبط طبعا الحركة أضافت في البلاغ متاحا ورئيس النهضة باش يعرض التركيبة الجديدة متاع المكتب التنفيذي على مجلس شورى حركة النهضة للتزكية في أول دورة قادمة تبقى لمقتضيات النظام الأساسي هذا المعمول به في القانون الداخلي لحركة النهضة نجي ونشوفه للتركيبة المقترحة اللي تم الأعلان عليها لأول مرة بشكل رسمي نلقا وسيلة الزغلامي نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة نلقا وعليل عريض وهو قياد بيرز نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي نور دين البحيري المقرب جدا من رجل الغنوشي بيش نشوفه وين حتوا بضابط الغنوشي حتوا نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي هاوكا بيش ترذيات الكلها بيش تعرفون تهما من تسمية ذوما والمهام متاحهم اللي هي راي كلها مخذت خاطر بيش يرد الناس هذوما اليوم مقرب منه ما يتغشش حتى حد هاوكا الثلاثة هذوما على الأقل وما زيلوا روهما ثلاثة ذوما والبقية عندهم صفة نائب رئيس بيش ما يتغشش حتى حد وبيش ما كذاها وكا عنا يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة نويب رئيس معنا في المكتب التنفيذي به وصلنا لنوردين البحيري قلت نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي والاخر على الفضاء السياسي والاخرى على الحاجة الخاصة العجمي لوريمي نائب رئيس مشرف على الفضاء الاستراتيجي مجرد تسمية لا أكثر ولا أقل المهم هو نائب رئيس معنا يحب يقول منذر لونيسي نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي نجيهم بعد للأعضاء الأخرين العاديين ما هم شنو برئيس هم أعضاء في المكتب التنفيذي نلقاوا منذر لونيسي نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي سامحوني عودته نلقاه نور دين العربي ولمكتب السياسي عبد الفتاحة تاغوتي مكتب الاعلام والاتصال محمد الجوماني مكتب العلاقة بالمنظمات عبد الفتاحة تريمش مكتب الهيكلة وشؤون العضوية ما فهمتش معناها شؤون العضوية يتلهاب الاعظام معناها نلقاه مونيا الميجري مكتب المرأة والأسرة سامحوني على صوتي مجربة شوية لبيس فقط سامحوني على النوعية متاع الصوت نلقاه زينب الابراهمي المكتب القانوني رجد الكحلاني مكتب الشباب محسن السوداني المكتب الثقافي عيميد الخميري رئيس الكتلة النيابية فخري شليق مكتب الخارج سوفينة الجيسمي شباب النهضة بالجامعة نزار الحبوبي مكتب الانتخابات رياض الشعيبي عضو مستشار أحمد جعلو المدير تنفيذي مستشار ومن جهة أخرى أقر رئيس حركة النهضة رجل الغنوشي تركيبة للجنة إدارة الأزمة السياسية على النحو التالي خلينا نشوفوا لجنة إدارة الأزمة السياسية ساعنا نحكيوا عليها شوية ونعرفوها هي اللجنة اللي تم إقرارها بعد أزمة 25 جويليا ولوقتها فم انقسامات كبيرة داخل حركة النهضة وللنهضة اختارت أنه باش ننفاوضوا لعدة أطراف وقيادتها وباش نعرفوهم مشكون باش يخرجوا من الأزمة بأخف الأضرار داخل حركة النهضة رئيس اللجنة هو محمد القوماني بقية الأعضاء نلقاو العجمي لوريمي رياض بالطيب أحمد المشرقي مونيا الميجري زينب الابراهمي بالقسم أحسن عبد الفتاح التاغوتي تقريبا نفسهم امتاع المكتب التنفيذي نيزار الحبوبي محمد عييد رياض المستوري يحيى عبد الله وخالد الفوني يعني كما شفتوا تركيبة المكتب التنفيذي ولجنة إدارة الأزمة السياسية تقريبا نفس الأسماء وين هم الأسماء البيرزة من حركة النهضة اللي نعرفوهم النسي الكل برشا قيادات مفاميش لسامير ديلو لعبدالتي في المكي لسيد الفرجيني لحت حد معناها القيادات اللي نعرفوهم الكل يمينة زغليمي مفاميش برشا قيادات وبرشا أسماء تم طرحهم أو ما همش حاضرين في المكتب التنفيذي جديد كذلك في إدارة الأزمة في لجنة إدارة الأزمة داخل حركة النهضة وانتوما هوني باش تعرفوا إنه الرجل الغنوشي ماضي كما قال عميد الحمامي اللي هو في إنه أصبح ديكتاتور كامل الأوصاف يعمل اللي يحب المكتب التنفيذي نقص فيه الاشتار كما يحب هاوكا بأقل عدد وشيف الناس اللي هما تابعين ليه واللي موالين ليه باش ما يقلقوهش في تمرير القوانين وفي إصدار البيانات والاجتماعات وغيره وإدارة الأزمة زيدة اللي المفروض إدارة أزمة تشمل الناس اللي هما يعني معها الغنوشي وفما ناس ضد الغنوشي لازم تجمع الأطراف الكل يعني إدارة الأزمة هذية موش كان نحطوا الناس الموالين للغنوشي كاوهو شنو أعمل هو زيد في الطين بلا كما نقوله وزيد كبر المشكلة واللي هيدا المكتب التنفيذي وإدارة الأزمة ما همش باش يستعرفوا بيهم بالكل ومزالت المشاكل تصير وقت ليتم معارض المكتب التنفيذي هذا على مجلس الشورى اللي ما أعلنش وقتاش باش ينعقد بالضبط ولكن في الدورة القادمة أول دورة بش ينعقد فيها بش يتم معارض المكتب التنفيذي وبش يزكي وعليه إذا نيل الأصوات المطلوبة وقته يسبع هو أعضاء يعني أعضاء في المكتب التنفيذي بصفة قانونية إذا ما نيلش وفما انقسامة كبيرة وقتها معها للغنوشي إلا إنه يعاود هالقائمة هذي في المكتب التنفيذي كذلك نفس الشي اللي بش يسير على إدارة الأزمة أو لجنة إدارة الأزمة اللي فما بش أطرف اليوم ما همشوا موافقين وشفنا تهديدات بالاستقالات وشفنا زيدة نيس قدمت استقالتها فعلا على خلفية الاجتماع الأول بين راجد الغنوشي وعضاء المكتب التنفيذي المقترحين هما توم زين مقترحين ولكن القرارات هذه قرارات مزلزلة قرارات ستهز حركة النهضة الكل بفعل راجد الغنوشي اللي اليوم ما يفكر كين في مصلحته فقط ما يفكرش في مصلحة الحركة كيما زيدة ما يفكرش في مصلحة البلايد وهذه الكل بش ينعكس على حركة النهضة بصورة كبيرة وبش نلاحظوا ردة الفعل القوية على هذه القرارات وهذه القائمات وهذه التسميات اللي بش تكون عندها يعني رجوع أو عودة كبيرة وقوية على حركة النهضة